السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي وهل فعلا ممكن يضيع على المصممين ولا لا ففي الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل صور بالذكاء الاصطناعي باستخدام الموبايل بتاعنا بس في البداية كلنا احنا نحتاجه هو برنامج الدسكورد ونحتاج اي براوزر عندك سواء جوجل كروم او اي متصفة عندك بعد ما هتحمل برنامج الدسكورد وهتعمل الحساب فيه طبعا انشاء الحساب في الدسكورد سهل جدا باستخدام الجميل او اي حاجة تانية هتعمل الحساب عادي جدا وهيفتح عندك الدسكورد بالشكل بعد كده هنروح على جوجل كروم وهنجح على السيرش فوق هنا هنكتب ميت جورني او البوت الخاص بالاي او الذكاء الاصطناعي بعد ما هتدخل على اول نتيجة يظهر معاك الموقع بالشكل ده تضغط على جوين بالشكل سيبدأ يوجهك على برنامج الدسكورد سيظهر معاك الموقع هتبدأ تضغط على اكسبت وبالشكل ده انت تدخل على البوت الخاص بالاي اي 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 او بوت التصميم السور سيظهر معاك الموقع بالشكل ده سيأتي على الثلاث شهرات الموجودين هنا وهتبدأ تنزل على القناة من القنوات دي وليكم مثلا انا اختار القناة دي بالشكل ده انت كده دخلت في اي 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 جنيريت او تقدر من خلال القائمة دي ان انت تصمم الصور الخاص بك الموضوع يمشي ازاي؟ هنا هتيجي على المربع الكتابة هنا هتبدأ ان انت تكتب الامر اللي انا اولك عليه طبعا انا اخلي بس الكيبورد متحرك تمام عشان يكون الموضوع واضح وليكم مثلا انا هنا عندي الموجه الامر ده او اللي هقدر من خلاله اكتب الامر اللي هكتب في الحاجة او الصورة اللي انا اصممها اول حاجة بعملها ان انا بكتب سلاش بكتب سلاش بالشكل ده وابدأ ان انا احاول الكيبورد اللي عندي للغة الانجليزية وابدأ اكتب حرف اي وحرف الامر سيظهر معي اختصار اللي هي او الامر اللي انا هكتب فيه الحاجة اللي انا عايز اصممها مثلا انا اخترت الامر بالشكل ده بعد الامر ده ما يظهر بالشكل ده هبدأ ان انا اعمل مسافة عن الامر وهنا بقى هكتب التصميم اللي انا عايزه طيب افترض ان انا ما اعرفش انجليزي او ماليش خلفية في الانجليزي فهروع مثلا على جوجل ترانسليت وابدأ ان انا احاول الكتاب بتاعتي او الترجمة من العربي للانجليزي وابدأ اكتب هنا اي حاجة انا عايزها او الافترض مثلا اي حاجة انا عايز اصممها يعني هبدأ ان اكتب هنا ولكن مثلا انا مجهز هنا طبعا ده تصميم مثلا لمنتج كوكاكولا فاشرح له المشهد اللي انا عايزه وابدأ هنا يظهر عندي الترجمة بالانجليزي باخد الترجمة اللي ظهرت لي ده كوبي بالشكل ده وبروح تاني على الدسكورد وابدأ اجي هنا اعمل لها بيست تمام؟ وبعمل علامة الفصلة اللي هنا دي بعد كده بدوس على مسافة والحاجة المهمة جدا بقى هي مجموعة الكلمات اللي هكتبها كمان شوية هنا لو انا بعت الكلام ده بس مغير ما اكتب الحاجات اللي انا هكتبها كمان شوية هطلع لي نتيجة يعني جودتها وحشة جدا وصورة تعتبر مرسومة حاجة هنا مثلا على الاوامر دي حاجة هنا مثلا اضيف الاوامر دي تعاني نشرح كده الاوامر لكما اضفتها دي اي اي ا initiام النبي عمل اللي اضفتها دي اي اي او الجمل اللي اضفتها دي اي اياه همددي هنا طبعا بعد ما كتبت الحاجة اللي انا كذلك انا sticking down مجموعة الجمل دي مثلا هايد Rules هايد تيلس او edk دي انا بقول له ان انا اخرجة ان اصل افضل جودة من التصميم انت تظهرولي رائعة الطبعا كب como جكون سواء بقى هاي ريزليوشن فور كي ايد كي يعني مظم الحاجات دي اهم حاجة بقى فيه الموضوع اللي هو فيرجن فور او في اربعة دي كده انا بقول للدسكورد او البوت ده ان انا دخلني على الفرجن الرابع عشان ده الفرجن اللي بيديني الجودة اللي انت بتشوفها فعلا في التصميم الجزء الثاني اللي هو الار اثنين تلاتة ده ده اللي هو مقاس الصورة اللي هتطلع لك طيب انا المقاس ده اقدر اغير فيه يعني مثلا ممكن اخليه واحد الى واحد او اثنين الى ثلاثة يعني زي من عايز مثلا ممكن واحد الى اربعة عادي فكل متغير المقاس ده بيظهرلك المقاس او التصميم بتاعك بمقاسات مختلفة بناء على المقاس اللي انت ضفته له في الامر بتاعك بعد ما بكتب كل الحاجات دي انا بعمل ايه؟ بادوس على ارسال من الايكونة دي طبعا لاول مرة انت بتدخل على البوت بتاع الدسكورد بيظهر معاك الرسالة دي بعد ما تدوس على ارسال هنا بيقول لك اعمل اكسبت الاول عشان تبعت التصميم بتاعتك تصل على الايكونة بتاعت اكسبت بالشكل ده انت كده تقدر تعمل تصميم بعد ما عملت اكسبت اروح تاني لنفس الامر اللي انا عملته او نفس الجمل اللي انا دخلتها هبدأ ان اضيفها تاني طبعا انت بتعمل دي الاول مرة بس عشان انت تجديد على البوت بالشكل ده كده هبدأ ان انا اكتب imagine تمام وهبدأ ان انا اضيف مسافة وهضيف الجمل اللي انا دفتها وبعد كده هاجي اعمل مسافة وهاجي ادوس على الايكونة دي الفاصلة بعد كده اضيف بقي الجمل تمام بالشكل ده وبعد كده هدوس على ارسال بعد كده ادوس على ارسال طبعا هنا عشان انت بتستخدم النسخة المجانية بتلاقي الامر بتاعك تلع فوق او بتلاقي اختفى كده وظهر امر تانية لناس تانية طبعا ده عشان ضغط البوت يعني الناس اللي جوه البوت كتير فهتقدر ان انت تدور على الامر اللي انت دخلته هتلاقي دايما معمول عليه هايلايت كده باللون الاصفر ده الامر اللي انت دخلته انت تنتظر بعد ما يخلص التحميل او يعمل لك الوامر اللي انت دخلتها ويطلع لك الصورة او الريزولت لتصميم بتاعك بعد ما خلصنا طلع النتيجة بالشكل ده طبعا ده بناء على الحاجات اللي انا قلتله عليها النتيجة معك تلعب بالشكل ده كده طبعا على حسب المنتج وعلى حسب الكلام اللي انت بتدخله للبوت طلعت معك النتيجة بالشكل ده هلاقي تحت الصورة او تحت الناتج اللي طلع مجموعة زرائر كده عايزين نفهم ايه هي الزرائر دي عندك هنا هو طلع لك اربع صور باربع نتاج مختلفة سواء في الاوضاع او في الاشكال هتلاقي هنا تحت V1 و V2 و V3 و V4 دي اللي هي version 1 او version 2 او version 3 او version 4 بتعرفها ازاي عندك هنا دي الصورة الاولانية اللي هي V1 و دي الصورة V2 و دي ال V3 و دي ال V4 وعندك هنا ايقونة دي بتعملك اعادة تصميم تاني بافكار مختلفة يعني لو انت معجبكش التصميم اللي طلع بتبدأ ان انت تعيد تصميم تاني عشان يطلع لك نتيجة مختلفة عندك هنا الاوب سكيل دي اللي هي V1 و V2 و V3 و V4 طبعا بنفس الترتيب اللي احنا قلناه افترض ان انا اعجبني الصورة الاولانية فهاجئ على الحرف الاول ابدأ ان ندوس عليها كده هيبدأ اعمل تحميل و هندور على الامر اللي احنا عملناه هننزل كده تحت تمام معاك الامر بالشكل ده هيقولك ان انت اخترت الاب سكيل واحد للصورة الاولانية يعني برضو بتستنى لما يبدأ يخلص تحميل يظهر لك الصورة اللي انت اخترتها من الاربع صور اللي هو طلعهم لك طبعا الموضوع ممكن يطول معاك زي ما قلتلك في ضغط كبير على البوت وكل الناس بتستخدم البوت فهتلاقي ضغط كبير ولكن النتيجة هتطلع لك بعد ما يحمل و يخلص تحميل طيب هنا الصورة طلعت بعد ما يخلص و عمل لك اب سكيل للصورة طريقة حفظ الصورة بتكون كالقاتي انت بتضغط على الصورة تمام بتستنى بس لما تحمل وتظهر كل التفاصيل بعد كده بتدوس على زرار التحميل الموجود فوقنا يبدأ يقول لك image saved كده الصورة تحافظت عندك على الجهاز ولو انت عايز اكتر من version من الصور يعني لو انت عايز الاربع version للصور تأتي على الصورة اللي هي طلعت لك وبتعمل نفس الطريقة سواء الصور الولانية او الالتالتة او الربعة و الى ذلك مثلا انت عاجبك صورة من الصور دي ولكن عايز نسخة لها تاني او نسخة لها تاني بتيجي على رقم الصورة مثلا في واحد او في اتنين على حسب الصورة اللي عجبتك بتبدأ تضغط عليها بيعملك ري ديزاين للصورة دي بس نفس الكلام لو الناس بتستخدم البي سي هتحمل برنامج الديسكورد عادي جدا نفس الخطوات اللي احنا شرحناها هتكون موجودة على البي سي انا اتعمدت ان انا شرح عليك على الموبايل لان كل الناس يعني معظم الناس ما عندهاش بي سي فالطريقة دي تنفع على البي سي او الموبايل بتاعك زي ما قلتلك لو انت يعني فاهم في الانجليزي وي بتعرف تكتب كلام انجليزي فهتكتب عادي جدا الجمل اللي انت عايزها بناء على التصميم اللي انت عايزه وهي بعد كده هتكتب بعض الجمل اللي انا هسيبها لك تحت في اي ديسكريبشن اللي هي بتخليك تاخد افضل جودة من التصميم بتاعك للحد هنا وهي الفيديو خلص يا ربي يكون الفيديو افادكم وكون وصلتلكم المعلومة بشكل بسيط وسهل واذا ما قلتلك الامر اللي استخدمتها تحت في الديسكريبشن عشان تاخد افضل جودة ممكنة من التصميم بتاعك ولو وصلت لحد هنا متستجدعمك لينا ولو عندك اي سؤال اسألني تحت في الكومنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته